المشكل الاساسي هو مشكل متاع كلفة انتاج نوكل اليوم اي فلاح يلوش كيفاش باش ينقص من كلفة اما اذاك غير معقول باش نعرفوا الحيوانات بالسميد وحرام ومش معقول اما فما اللي يمشي بالمعمول به تاو كما اللي يمشيوا للخبز اليابس معناها اللي تطايش وفما اللي يمشي للغشة اللي يشوف السميد المدعم ياخذوا في المسالك وهذاك يرجع ما نقول يرجع عليه يرجع على كلفة الانتاج يلزم نحكيه معناها حقيقة الاسعار في تونس حقيقة الكلفة ونعطيه للفلاح التونسي الحق متاعه مش معقول اللي نطلبه من اي مربي تونسي يواصل في الانتاج متاعه ويبيع المنتوج متاعه لحليب بالسعر اللي تحت الكلفة مش معقول اللي نطلبه من اصحاب الميداجن يبيعوا في البيض متاعهم اعقل من الكلفة فما زيادات هامة منذ معناتها السبعة خمسة والسبعة سنوات فما زيادات من اربعين الى ثلاثمائة في المئة فالمعناتها المواد الولية اللي يدخلوا في انتاج المنتوج الفلاحي خاصة من الاحليب والبروتاينات بكلهم الاحليب واللحوم البيضة والحمراء والبيض فما مشكل متاعه كلفة وقاله نحكيه ونشوفه معناتها نشوفه ما هي الكلفة في منظومة الانتاج ونتفاهم ونخليوها مشربة للفلاح ونخليوه نعملو علفة للانتاج والانتاجية وما عادش نلوجه ولا سميد ولا سداري ولا علافة متاع كذا ونعرفه حيوانتنا على قعدة